يوم دي المقطع يا حبايب نزلت مقطع على قناة الثانية صراحة المقطع تعبت بيه تقريباً كلش هو يفوق الخمسة أيام أتمنى تخضرون هذا التعب يا حبايب بس تروحون على المقطع تفجروا المقطع باللايكات والاشتراكات مقطع كلش مش تعوب ومقطع كلش رهيب في كل يروح يشوفها الخبر الأول الذي عادنا على أقوى فيديو كليبين نزلوا باليوتيوب واحد السارة تيهوب واحد للهيلة تيفي طبعاً بالرسم المتابعين للتجمعات لذول الثانية حببت فكرة الفيديو كليبات ومثلاتها عبارة عن ضحك مو أكثر عبارة عن نكتب فلما شاف فيديو كليبات تشوفوها بالوصف وطبعاً اكتبنا بكومنتات هل أعجبتكم الكليبات أو لا ننتقل حالياً نور سر كشفة الهواء من الحقائق فمن الزلت هذه السارة تطلب من متابعيها شنو حابين يشوفون سكرين معين فوح من المتابعين طلع معادها المحادث بالأخيرة فحطت هذا المحادث الواضح إنه قاعدة تحشوية بنية ولكن من نفس الوقت هيش هتخافي كلام لي جوا هذا الشيء اللي يخلل في المتابعين لأنه شكون إنه أكد شيء صاير بعد ذلك هذا الاستوري الثاني شاد يطموم عادها مشاهدات الاستوري مالتها واللي حطتها عساس مليون خبسمائة ألف متابع ومن نفس الوقت يا حباب طبعاً نور صارت عرضت الهواء من التهجم سب هذا الصورة اللي نزلت على حسابها بالإنستغرام اللي هو من الكومنتات اللي جاتيه صار يقولها إنه عملية خشمش مضبطت لأنه بالصورة نوعاً ما يقولون إنه خشمك شبير ما هذا الصراح هو من كومنتات هميجيتية صاروا سبوها وصاروا يتمرون عليها ويتهجمون عليها فما أدركتم من أحباب الكومنتات هذا الصورة قدامكم هل استعقد التهجم اللي اتعرضت له أو لا؟ وننتقل حالياً الأنوار مارو تهجمه على ناهض قصاص فنزل هذا الاستوري ولكنه حذفه تقريبا بعد خمس دقائق وهذا الاستوري اللي كان كاتبي معذورين لأنه قلت الأصل طبع مش ظروب طبعاً لمتابعين صارت حقاً إنه يصد ناهو قصاص إنه هو شخص بلا أصل وإنه اللي سواها ومظرف بإنما أقلة أصل فما أدركتم من أحباب الكومنتات اتوه اي أنوار أو اي ناهض قصاص نتغل حالياً بنيين ستارز وبتأكير حسابها بالإنستغرام وحذفه مايلاً يا حبايب ما حد حجب هذا الموضوع أخدها محجبت عن الخصة لكن إن شاء الله يرجع حسابها بأسرع وقت يا حبايب وطبعاً بعض المتابعين صاروا يتهجمون على نارين بيوتي وصاروا يتهموها أنه هي اللي هكرت حساب بنيين ستارز فما أدرك ما نحبه بالكومنتات شو يريكم بهذا الخبر؟ نتغل حالياً نارين بيوتي وطبعاً تهجم المتابعين عليها بعدما نزلت على حسبها بالإنستغرام هذه الصورة النمعاً ما تشار ملابس فش فيها قصيرة من جوه بالفستان اللابستها فهو من الكومنتات اللي جدتها أنه تستر يا بنت وأنه أين بطلو أنا لا أرى مثل ما شايفين بالكومنتات اللي جايب عدد لايكات كلش عاليا فالصورة يا حبايب قدابكم اكتبوني حبايب الكومنتات هل تستعطيجوا متعرضات له أو لا؟ بالضبط هي نزلت فيها تستوريات تقول بها أنه هي السيك يعني هي مريضة هذه الصورة نتحش في القطة عليكم إن شاء الله ما بها شيء إن شاء الله ستتعافى بأسرع وقت وحطوكم الستوريات شوفوها ليكم شو كيوت ليكم شو كيوت حيبي مامي السيك موكي قلنهم باي بوي موكي 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 شوفيك آه شوفت حالة بالمراية هولي هاي بيبي فالنيني يقضون بيبي حاضرني ألعب معها على الكاميرا هيك ما يستفادوا الشيء شامير سوفوها ما مستفادوا شيء ما مستفادوا شيء صح ولا ما مستفادوا شيء صح ولا صح ولا صح ولا لا هولي هالنيني لاتس كو بيبي آخر شيء نختم بأسره يا حبايب وليس صارت تبجي فنزلت هذه الاستوريات شاركت بي والله راح أبكي من الألم رجلي فجأة ندعى تمرن بالجيم صارت نيتهم تشنجوا ومدادة يقدر تمشي وبالاستوري البعض تقولني سويت أحماية لكن فجأة بعدها ببادية تمرد صه لأسبوع وصار بها يتشنج وانه يباشر على تدوى وما تحب تغيب عن البداية طب ان شاء الله ما بيها شيء ان شاء الله حسنا بسرعة وقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة